ما هي الدوافع الأهداف؟ ذكرتم أن قضية الاستهزاء هذه كانت ملازمة للأنبياء حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء وكل الدعاء المصلحين لماذا يحصل؟ ما هو دافع المستهزئ الأساسي؟ الدافع الأول الكفر هو كافر ما قدر الله حق قدره ولكن نرى بعض هذه الألفاظ تخرج أحيانا من ناس مسلمين هو يكفر بذلك حتى لو كان مسلما المستهزئ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفر بذلك فالدافع الأول يعني أكرمك الله وسخ وقذر في القلب ولذلك كان بعض من ينسب إلى العلم يناظر بعض العلماء وكان يكثر أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب أو يقول الجمال فحكم العلماء بكفره وقتل فلما صلب تحول إلى غير القبلة وجاء كلب فولغ في دمه سأل الله العافية ولذلك العلماء رحمه الله حكموا بكفر من قال إن ثوب النبي صلى الله عليه وسخ وحكموا بكفر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود ولما كان بعض الناس يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أبيضا مشربا بحمرة كثا لحية تملأ لحيته صدرة أزج الحواجب في غير قارا بينهما عرقه يدره الغضب ونحو ذلك من الصفات مر رجل دميم دميم يعني ليس وسيما واحد من الناس قال النبي يشبه هذا المر فلما استفتي الإمام مالك رحمه الله حكم بكفره وقال قاتله الله ولا يخرج من قلب سليم الإيمان يعني هذه الكلمة لا تخرج من قلب سليم الإيمان ولذلك أنت رأيت مثلا لما حصلت الرسوم المسيئة المسلم حتى السكير والذي فيه نوع من المجون أو كذا غضب لله نعم لأنه مؤمن في هذه الأمر فالحامل الأول على الاستئذاء الكفر ثم الحامل الثاني عدم القدرة على مقارعة الحجة بالحجة لأن حجة هؤلاء داحضة ولأن رأيهم كاسد فاسد يميلون إلى الاستهذاء وهذا قديم يعني مثل ما قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ومثل ما قال قوم إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهم يعرفونه نعم ومثل ما قال قوم نوح أصرت نجارا بعدما كنت نبيا ونحو ذلك لأن الحجة خاوية ما عندهم حجة ولذلك يلجأون إلى الاستهذاء وهي سمة المبطلين دائما